الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بألف خير وأسعد الله أيامكم بهذه الأيام العظيمة ألا وهي ولادة سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب عليه السلام فنسأل من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لزيارتها في الدنيا ويرزقنا شفاعتها في الآخرة وكذلك أهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفنا دام سماحة العلامة سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلا المقدسة فنرحب به سوية السلام عليكم سيدنا وأسعد الله أيامكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم الله يسلمكم إن شاء الله مشاهدين الكرام للمشاركة في البرنامج بكلكم والاتصال عبر الأرقام الظهرة أسفل الشاشة وكل ما يطرح على طاولة البرنامج بنساء الفقهية هي مطابقة لفتاوية الله العظمى السيد صادق الحسين الشرى زي أدام الله ضد طبعا سماحة السيد هناك الكثير من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج هداية السائل منها الأخة سهى من بغداد تسأل جنابك بالنسبة لعملية التجميل هل فيها إشكال إذا كانت غير ضرورية تفضل بجالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في مفروض السؤال الذي تفضلتم به في مسألة عملية التجميل عملية التجميل أو عمليات التجميل التي تجرى في هذه الأيام للنساء أو للرجال أو لغير ذلك طبعا إذا ما دخل العنوان في عنوان آخر وهو تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى أو التلاعب بها فهذا عنوان في نفسه محرم يعني التدخل في الصورة التي على طبقها الله سبحانه وتعالى خلق هذا البشر خلق هذا الإنسان نعم نعم قد تكون بعض العمليات ضرورية باعتبار بعض النساء مثلا هناك مثلا تشوه نتيجة حرق نتيجة مثلا يعني تصادم سيارة مثلا وصار عندها جروح مثلا في وجهها وتعرف أنت المرأة لربما تكون يعني الرغبة فيها من قبل الرجال لربما هي لمحاسنها يعني لجمالها مثلا جمال الوجه أو الشعر أو غيرها أو هي مثلا ولاديا أساسا قليلة الشعر مثلا أو خفيفة الشعر فتسوي عملية تجميل تزرع شعر مثلا إضافي إلى شعرها مثلا الموجود هذا لزيادة مثلا الترغيب مثلا ترغيب زوجها أو ترغيب الخطاب حتى يجون مثلا يخطبوها ويزوجوها وغيرها طبعا المسألة مسألة الضرورة وعدمها هذه مسألة أساسا عرفية العرف يحدد مقدار الضرورة التي تحتاجها المرأة أو يحتاجها الرجل في عمليات التجميل إذا العرف قال ماكو ضرورة أساسا لعملية التجميل وإنما هاي مسألة كمالية هذا الشخص الفلاني فلان سوى عملية مثلا انحراف أنف مثلا أو تجميل أنف هو خشمة ما بيشي أنفة سلوبة يعني ما موجود يعني بمثلا فدعاها معينة نقدر أو العرف يقول له نعم أنت بالإمكان أنه تسوي عملية تجميل ماكو مثلا هذا الداعي لعملية التجميل فيقول فيقول العرف حينئذ هاي العملية مضرورية أما إذا لا مثلا في حادث معين أرنبت الأنف هذه كلها راحت تعرف التلوجي رح يصير مشوهة فيسوي عملية تجميل هنا العرف شو يقول يقول لا هنا أكو داعي لعملية التجميل لأنه في هذه الحالة رح يصير وجه بشع إذا أرنبت الأنف ما موجودة لاحظت فالضرورات تقدر بقدرها والعرف هذا هو اللي يحدد مقدار الضرورة أكو ضرورة للتجميل بها ونعمة ماكو ضرورة للتجميل فهذا أمر زائد ما يحتاج واحد يسوي تجميل جنابك اطرقت إلى موضوع الترغيب عند النساء هل هو يعني يصل الترغيب بمرحلة الغش ها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه في باني وشكرا جزيلا إليك سيدنا أنه ذكرت هذه المسألة احنا عدنا بالفقه مسألة التدليس التدليس هو مثلا وضع شعر آخر إضافي إلى شعر الأصلي أو مثلا تركيب شغلة معينة أو مساحيق تجميل أو كذا مهم بحيث أنه يبين هذا الشخص وكأنه شخص آخر هذا هو اللي احنا نسميه بالتدليس لكن هذا إذا كان الزوج عالم به يعني يدري أنه هذه كلها عمليات تجميل هذه لا بأس بها عالم بالتدليس هو يعني يعرف أنه هذا عمليات تجميل مو أصلي في هذه الحالة جائز إذا كان الزوج يعلم أما إذا كان لا يعلم ما يعرف أن هذا إضافي شعر إضافي ولا يعلم أن هذه مثلا مساحيق تجميل رموش إضافية مثلا أو نفق خدود أو مدرشين المهم هي مسائل كثيرة في عمليات التجميل ما كان يعلم بذلك هذا هو التدليس وهذا هو الغش اللي على أساسه ممكن أنه يوقف الزواج يوقف العقد تمام ويرجع بالمهر على المرأة وعلى أهلها يعني يترتب عليه هذه الآثار لكن إذا كان يعلم وراضي نعم في هذه الحالة ماكو أي شكال نزيل هذه مسألة أنه يرجع المهر أو يأخذ المهر ويعني يتفاوض ويا أهلها هاي إذا أهلها كانوا من النوع اللي يتفاوضون إذا قلوا لا عمي بعد تخذت البنية وما من حقك تحتي تدركوا بعض العوائل متعصبة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الفقه حلال مشاكل الفقه أساسا يوضع لحل مشاكل الناس ولكن لابد من مقدمة حتى يحل المشاكل لابد أن يكون كل أو الطرفين أو كل الأطراف المعنية تعمل بالشرع المفروض هي شيء نعم مو صحيح فإذا أكو طرف ما يعترف بالشرع ولا يعمل به هذه مشكلة رح تصير إضافية ما رح تكون عندنا مشكلة واحدة رح تكون عندنا شنو مشكلتين مشكلتين مشكلة هي أصل المسألة اللي هو مثلا الزوج الذي مثلا تعرض إلى غش وتدليس ومشكلة ثانية أنه أهل المرأة مثلا لا يعملون بالشرع فصارت عندنا مشكلتين مو مشكلة واحدة لو فرضا يعملون بالشرع المشكلة محلولة أنت إلك حق الفسخ هم لهم مثلا يرجعون المهار ويرجعون بتهم وكان الله يحب المحسنين المسألة منتهية أما إذا لا عندنا مشكلة ثانية أنهم لا يعملون بالشرع هنا في هذه الحالة إذا كان مطبق مثلا يعني كمحاكم أن يأخذون بالشرع مو محاكم مدنية محاكم شرعية يعني تلتزمها الدولة مثلا وهذه تحدثنا بها إلى أكثر من مناسبة إنه لابد من لابد من محاكم شرعية تلتزمها الدولة حتى تحل المشاكل الشرعية للناس اللي ما يعتبرون الشرع مثلا ولا يعني يتبعون أحكامه وإنما يتبعون أحكام القوانين المدنية القوانين المدنية بعضها يتبع الشرع يشوف الشرع شي يقول هنا بها المسألة يقرر ولكن القوانين المدنية تحتاج إلى شهور وشهور يمكن إما يثبت الحق وإما لا يثبت وإما يعني المهم المراد ريد نقوله إنه العائلة التي لا تعمل بالشرع ولا تعترف بقوانين راح تسبب مشكلة أخرى لهذا الزوج تدخل في محاكم وتدخل في دهاليز ولو ربما لا تحل المسألة إلا بتنازل أحد الطرفين هنا الفقه ممكن يقل لهذا الزوج إنه بإمكانك تتنازل إذا تريد تتخلص من هذا المأزق فبإمكانه إن يتنازل عن حقه بالفسخ ويصطلح معهم مثلا على نصف المهر أو غيره ويطلع مثل ما نقول إحنا بالعامية يطلع بريشاته أفضل مما أنه يعني يسبب مثلا مشاكل كثيرة بين وبين عائلة المرأة أو يقبل بالوضع الراهين إنه إمرأة دلست عليه وهذا هو شكلها الطبيعي طبعا شكلها الطبيعي اللي من دون تجميل هذا هو المقصود إما أن يقبل وإما أن يتنازل وإما أن يسوي مشاكل وياهم زين هذي المرحلة سماحة السيد هل هي المرحلة في أيام الخطوبة؟ لو هذي المرحلة بعد الزواج واللي ربما بعد الزواج بعدهم ثلاث أولاد أربع أولاد لا لا مو هذا يعني في ليلة الدخلة مثلا أو يوم الثاني لقى أنه المرأة مو هاي اللي شافها بالخطوبة غيرها مو إذا سمحت لي فد مداخلة بس مو بعض الأحيان شنو تصير هناك تصير عمليات تجميل منها البوتوكس منها يعني بعض يعني الأمور النسائية الرجل ما يدري على الأقل يقولوا له من بعد أنك تمشي الخطوبة ويمشي الزواج وورا فترة شافت صورتها الحقيقية أنه مو هي هاي نفسها أو معدلة على شكلها قبل الزواج إذا شاف هذا الشكل اللي هو مسوين عليه عمليات تجميل وصار استمرار بعد ذلك خطب واتزوج ودخل وبعد فترة شاف صورة قبل التجميل هو شايف هاي الصورة ما لغرض بذيك الصورة لأنه هذه العملية اللي شافها يعني هذا الشكل اللي شاف أثناء الخطوبة وقبل به قبل لكن لو فرضنا المسألة مو بحول هذا الدور وإنما يعني في أثناء الخطوبة شاف امرأة شكلها معين بعد الزواج شاف وحدة أخرى نتيجة عمليات التجميل يعني بحيث يكاد يقطع أن هذه ليست تلك التي رأاها في أثناء الخطوبة صحيح لاحظت إحنا يقول مثلا أنه أنتو دلست علي نطفد مثال مثلا إحنا عدنا بالفقه وعدنا روايات كثيرة أن للزوج يرى يعني له حق أن يرى زوجة المستقبلية بهيئتها اللي ما يتكون مغطات مثلا بالعباءة أو بالحجاب له أن يراها بهذا الشكل وفق الأعراف طبعا بل وفق الأعراف لا صح حاليا وفق الشرع خلنا نتكلم وفق الشرع طبعا وفق الأعراف بالعرف عندنا إحنا اللبنية يمكن موسى ما في عصرنا هذا ما قبل هذا العصر والله حتى في عصرنا هذا أكو بعض العوائل متحفظة ما تحتويها حتى ويا الولد يعني بس مجرد أنه نظرة نظرة واحدة فقط للوجه وانتهى الأمر تمام هذا حادث في بعض العوائل اللي موجودة عندنا وبعض العوائل لا عندهم المسألة طبيعية مثل يعني مجتمعات بغداد أو قريبة منها شوية مجتمعات منفتحة على الغرب وكذا فعندهم اللبنية تقعد ويا الولد عادي بدون عباءة وهذه واضحة قدامه الآن فسحنا نتكلم بمستوى شرعي مو بمستوى أعراف بمستوى شرعي إلا حق أنه يباوع علما إلى جسمها إلى المرأة بدون عباءة الآن ومن ضمن الروايات المذكورة أنه ينظر إلى محاسينها هنا علماءنا الكرام الأفاضل فسروا كلمة محاسن بمن بشعرها لو كانت فرضا نحن الآن نريد أن نضرب مثال لو كانت مثلا فأثناء الخطوبة لابسة باروكة والباروكة شعر مثلا واصل إلى رجلها شعر طويل شعر شعر طويل هو تمام لما قبل والزوج ودخل أثناء يعني يوم الدخلة نسعة الباروكة شعر شعرها الحقيقي ولان شعرها الحقيقي مثلا قصير وإحنا اللي نسميه بالولادي بعينه شاف أنه نزعة الباروكة يقدر يقول هذا تدليس أنا مثلا من رغبة بالمرأة أو رغبة بها لشعرها لأن مذكورة بالروايات محاسنها يعني شعرها الآن طلع هذا مو شعرها وإنما شعر باروكة وما قال لولا أن هذا شعر باروكة يقدر يقول هذا تدليس ويقدر يصير في هذه الحالة يقدر يأخذ منهم المهر ويرجع لهم المرأة أحسن بارك الله بك أرجع على نفس السؤال لسها من بغداد بالنسبة لموضوع التجميل أو عمليات التجميل وإن كانت ضرورية هو كان الكلام أنه فهل أو بالنسبة لعمليات التجميل هل فيها إشكال إذا كانت غير ضرورية أنا سأسأل جنابك عن كلمة الضرورية شنو مقدار سيدنا هذه الضرورة نحن ذكرناها في الجواب على المسألة في بداية البرنامج من أن الضرورة تقدر بقدرها وأن الضرورة تقدير عرفي مو تقدير شرعي جنابكم قد بيّنتوا أنه الضرورة وذكرتوا أمثلة ولكن أنا هنا أقصد أنه بعض الأحيان بعض النساء تتصور أنه هي هذه يعني هي ما عندها فد مشكلة لا مشكلة جسدية ولكن هي تريد تحسن من وضعها وتعتبرها ضرورة بل بسم الله الرحمن الرحيم الاعتبار الشخصي يعني مو صحيحة هذا مشكلة نعم أنه هي تعتبر هذا ضرورة لا نحن نعتبر أو من يعتبر الضرورة ضرورة هو العرف مو الشخص هو أنا أيضاً كل واحد كل شخص يقدر يعتبر ضرورات كثيرة لنفسه ويقدر يعمل ما يشاء تمام مثلاً إذا واحد وصف وصفوله قال له له مثلاً إذا مثلاً آلام المفاصل ادهن مثلاً بدهن الخنزير مثلاً وصفوله يقدر يقدر ضرورة لروحه ويروح يشتري هذا المنتج مثلاً ويسويه لا المفروض يشوف يشوف العقلاء عقلاء القوم بماذا يقررون هل هو هذا فعلاً ضروري الضرورة هنا أكو منتج آخر غير هذا المنتج ممكن يأدي نفس العمل إذا أكو إذن ما أكو ضرورة نعم وإذا انحصر به نعم العرف يقول له نعم في هذه الحالة أكو ضرورة لذلك زين إذا كانت هذه العمليات التجميل قل نقول الضرورية ما هو الحكم عملية أو عمل عملية التجميل الدكتور يكون هو يعني الطبيب يكون رجل والمريضة يكون أو تكون مرأة فما هو الحكم بالي بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً يشترط المماثل إذا دعت الحاجة إلى التجميل فيشترط المماثل يعني المفروض تكون دكتورة دكتورة تجميل للنساء مثلا لاحظتوا المثلة نعم ودكتور تجميل للرجال ما يصير دكتور مثلا يؤدي عملية تجميل للنساء باعتبار أن هاي العملية بأغلبها إذا لم نقل كلها تشترط الرؤية واللامس وأخذ أشياء أخرى ووضع أشياء أخرى على الجسد يقتضي يعني الحالة تقتضي هكذا فيشترط المماثل بالنسبة للطبيب الذي يجري عملية التجميل إذا دعت الحاجة إلى عملية تجميل متى لا يشترط هذا ماكو في التجميل لا يشترط ليش لأنه دائما هي مو متوقف عليها الحياة ما عدنا احنا عملية تجميل يتوقف عليها الحياة أكو مثلا عمليات قصطرة القلب عمليات القلب المفتوح عمليات الكبرى اللي بيها فتح صدر اللي بيها فتح بطن أو غيرها هذه مثلا تتوقف عليها الحياة لا بد من الطبيب الحاذق ولا بد من الطبيب صاحب الاختصاص فإذا ماكو طبيب رجل اكو طبيب امرأة وهي حاذقة وصاحبة اختصاص بس يتوقف عليها حياة المريض هنا لا يشترط المماثل ما يخالف أو بالعكس امرأة هي المريضة وطبيب هو اللي موجود وهو الحاذق وهو صاحب الاختصاص وماكو وحدة مماثلة فهنانا باستطاعته يروح ينقذ ينقذ حياة هذه الامرأة المريضة مثلا بالمرض الفلاني بالقلب مثلا بالرئة بالغيرها يعني عمليات الكبرى اللي بيها جراحة وبيها فتح صدر أو فتح بطن أو غيرها أما التجميل لا يتوقف عليها الحياة ما كنتنا احنا مثلا فمثال معين نقول به لو يسوي عملية تجميل لو يموت ما موجود هذا يعني كمثال ممكن أن انضربه لذلك يشترط المماثل إذا دعت الضرورة إلى عملية تجميل لأن غالبا لا يتوقف عليها حياة المريض أحسنت بارك الله بك سماحة سيد ضافر الفياط سماحة سيد اسمح لي أذهب فاصل ومن ثم أكون في خدمتكم مشاهدين الأحبة كذلك نذهب فاصل وبعدها نرجع نكون في خدمتكم أبقيانا لله شرع الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن حصلت على مبلغ من المال من الدولة يرتبط بحقوق سابقة لي عندهم وذلك قبل حلول رأس السنة الخمسية بشهر هل يدخل هذا المبلغ في الخمس عند التخميس؟ نعم إذا لم يكن قد أخرج خمسه من قبل لدي مبلغ من المال عزلته سابقا بنية الصدقة والآن قررت أن أدفعه كجزء من الخمس الذي علي فهل يجوز ذلك؟ إن بقي المبلغ إلى رأس السنة الخمسية واجب تخميسه كباقي الأموال المتبقية ويجوز دفعه عن الخمس إذا استلمت راتبي قبل رأس السنة الخمسية وأنا بحاجة إليه للأجار وغيره فهل علي تخميسه؟ نعم يجب الخمس في الفائض منه عند رأس السنة الخمسية إن كان له رأس سنة للخمس وإلا وجب الخمس عند قبضها ثم بعد الخمس يتصرف فيها ما هو حكم الأموال والنذورات التي يحل عليها الحول في صندوق الهيئة في الحسينية أو في صندوق الحسينية والمسجد؟ لا خمس في الأموال العامة أنا وزوجتي لم نخمس لحد الآن وقررنا تعيين سنة خمسية لنا تكون بدايتها من أول الشهر القادم فهل يجب إخراج الخمس الآن أم في نهاية السنة؟ وما حكم الأفاث والملابس والمصوغات التي نستخدمها؟ وهل يجب الخمس على الشخص حتى إذا كان مديوناً ولا يملك قوت سنة؟ بل يعمل شهرياً من أجل جلب مصروف بيته؟ يجب إخراج الخمس الآن ويصالح المرجع أو وكيلة على الأفاث والملابس والمصوغات ونحويها مما قد استخدمت في المؤونة ووجود الدين ليس مانعاً من وجوب الخمس إذا كان لديه عند رأس السنة الخمسية ما هو زائد على مخمس السنة الماضية ولمزيد من التوضيح نقول ينبغي لمثلكم العمل بأمرين أولاً أن يجعل لنفسه يوماً معيناً لرأس سنته الخمسية ثم يهيئ قائمةً يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل إن كان له عمل تجاري من رأس المال كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبطائع وما زاد على مؤونته كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما وكذلك ما اشترى ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والأطعمة وما شابها ذلك فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً فإذا كانت خمسة آلاف مثلاً يخرج خمسها وهو ألف ويسجل المخمس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً ثم يعطي خمسة ما زاد على أربعة الآلاف مخمس العام الماضي ويضيف المخمس الجديد إلى مخمس العام الماضي ليخمس ما زاد عليه في السنة الثالثة وهكذا كل سنة ثانياً يهيئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والمركب والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله لله شرع الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان حياكم الله مشاهدين الكرام وكذلك نرحب بسماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلان مقدسة حياكم الله مجدداً سيدنا وأهلا وسهلا بكم حياكم الله مجدداً الله سلمكم إن شاء الله طبعاً سماحة السيد أنه سؤال آخر من الأخ علي عدنان من أرمانيا يتحدث ويسأل جنابكم يقول هل توجد صلاة معينة في بداية السنة الميلادية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم بداية السنة الميلادية لا توجد لدينا روايات مثلاً تؤكد على مثلاً صلاة معينة أو دعاء معين وإنما أكو أدعية الأيام وصلوات الأيام هذه ممكن أنه يراجع كتاب مفاتيح الجنان ويوجد فيها فصل في صلوات الأيام وأدعية الأيام وهي من المستحبات أما بخصوص رأس السنة الميلادية لا يوجد مثل هكذا صلاة ودعاء أحسن كذلك أدنا سؤال آخر السلام عليكم أحد الأخوات تشير على أنه هي وزوجها ما مخمسين وتقول هو ما يقبل أنه أخمس هل علي أثم؟ بالنسبة للمرأة إذا زوجها هو ميريدي خمس باستطاعتها هي أن تجعل لها رأس سنة خمسية وتتابع هذه مسألة الخمس سنة بعد سنة طبعا في مالها الخاص يعني في أموالها الخاصة ليس في أموال زوجها هاي إذا ما عدتها أموال خاصة كل إمرأة زوجها ينطيها نفقة مثلا خمسة وعشرين خمسين هذه تكون إلها ملك إلها خاص لذلك نقول في أموالها الخاصة يعني المقصود للنفقة اللي يعطيها زوجها إلها لأن المرأة على الرجل نفقة ينفق عليها كسوة مثلا يعني ثياب يشتري لها أو ينطيها فلوس أو هي مثلا شغلاتها يعني اللي تحصلها مثلا من أبوها من أخوها أو عدها مثلا فالتجارة معينة نعم أو تبيع فشي مثلا أو تشتري فشي مثلا فكل شخص إلى أموال خاصة نعم نعم بعض النساء لربما ما عدها لظرفها الاجتماعي مثلا الزوج فقير أو ما عنده ما يقدر ينطيها فهي مثلا يمشون حالهم على قد حالهم تمام نعم دولا يسوونه رأس سنة خمسية لكن حينما يتحاسبون دولا ما عندهم ينطون خمس فحتى الما عنده هو خلي يسوه رأس سنة خمسية وبعد ذلك إذا الله سبحانه وتعالى رزقه يخمس باقي على حاله ما علي خمس أحسنت نعم جنابك ذكرت وجوب النفقة وحددت هيج تقريبا أضطيت مبالغ تقريبية خمسة عشرين خمسين إلى آخرة هل هو واجب على الرجل أن ينفق على زوجته أو يعطيها مثلا راتب شهري خلي نقول بل هذه من واجبات على الرجل أن يعطي زوجة النفقة وهذا يشترط بالتمكين يعني الزوجة إذا كانت تمكن زوجها ففي هذه الحالة تستحق النفقة من زوجها والنفقة إما مال مباشر يعني فلوس مباشرة ينطيها أو مثلا كسوة وإطعام مثلا إطعام الزوجة وكسوتها وأيضا فد مبلغ مالي معين أو بدون مبلغ إما إطعام أو كسوة بحسب حالته المادية أكثر من هذا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نزيل يعني نفقة شيء والأكل والشرب شيء آخر لا لا الأكل والشرب والملابس هذا يسموها نفقة على الزوجة لا عدو المصرف الشهري هو هذا إما يريد يطيها مثلا فلوس ويقولها هذا أنت صرفي أكل والشرب وملابس أو لا هو يشتري لها ويطهيها يعني يشتري لها طعام ويطعمها يشتري لها ملابس ويلبسها مثلا وهكذا خلي نفتعد عن موضوع شراء الملابس لأن هذا هو في حد ذات جانب وإلى بابا ولكن أسأل جنابك حاليا بالأعرافنا الاجتماعية هو صاحب البيت هو يدي يصرف على البيت ويدي كلهم يأكلون سوى ويشربون سوى بسم الله الرحمن الرحيم نعم في أعرافنا أنه رجل البيت يصرف يشتغل ويجيب مصروف ويصرف يشتري أطعام يشتري مثلا ملابس والكل كذلك لكن في خصوص الزوجة نحن ذا نتكلم الزوجة هذه لها واجب على الرجل أن ينفق عليها مو أن يجعلها بلا ملابس مثلا مو أن يجعلها بلا طعام مثلا فإذا من ضمن العائلة وهي راضية أن تكون الطعام والشراب والملابس وينطيها فلوس ويعتبر هذه هي النفقة ورضت به كان بها خلص هي هي نفقتها أو تشترط عليه تقول لها أنا أريد بالشهر مثلا مبلغ مالي ومقداره وكذا غير الأكل والشرب غير الأكل والشرب تشترط عليه شيء وهذا واجب على الرجل فبحسب إمكانه إذا كان يعني يستطيع أن يوفر مثل هيتش مبلغ يقدر راتبه يكفي ينطيها وإذا كان لا راتبه ما يكفي فيعطي بحسب مقداره بحسب المقدار المناسب اللي هو يقدر له هذا هو معنى النفقة زين هذه تعتبر على إمكانيته على مكانته على شأنيته على شنو هذا المكان على شأنيتها على شأنيتها هي ربما هي من شأنية عالية ممكن جدا هنانا رح يصير نوع من تفاوت يعني أنه مثلا هي من شأنية عالية بينما هو شنو هو مثلا ما عنده قليل راتبه قليل تمام هنا المفروض عليها أن تصبر هذه واحدة واثنيا أن ترضى بالمقدار اللي هو يوفر له أحسن بارك الله بيك كذلك لدينا الأخ عمار من الكاظمية يسأل جنابكم يقول اشتريت قطة فوضعتها في المنزل تأكل معنا وتشرب معنا فهل يوجد إشكال وما حكم الصلاة على الفراش الذي تجلس عليه القطة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القطة أو ما يصطلح عدنا بلفظ البزونة وفي بعض الأقطار المجاورة إلى تسميات مثلا في الخليج يسموها قطوة ومثلا في الشام يسموها بسينة أو بسيسة كذا المهم هو معني هذا الحيوان المعروف لدى الأوساط الشعبية اللي احنا نسميها بالعراق بزونة أو قطة اللي اسم العام إلها طاهرة هي بالأصل مو مثل أجلكم الله الكلب نجس العين هي طاهرة العين ولكن في مسألة الصلاة إذا كان أكو شعر مثلا شعرايا على الملابس أو على المكان اللي أنت تسجد عليه في هذه الحالة لا يجوز لك الصلاة بهذا الشعر اللي موجود شعر القطة الموجود على ملابسك حسنا بعض العلماء يقول شعرا واحدة تبطل الصلاة به وبعضهم يقول لا مو شعرا الواحدة وإنما الشعر الكثير من القطة يبطل به الصلاة نزين لاحظته فهي بالأساس طاهرة العين فإذا جلست مثلا على مكان ما يحتاج تطهر هذا المكان نزين ولكن المفروض تبعد شعر القطة عن ملابسك حينما تريد أن تصليه نزين إذا كانت طاهرة العين عين النجاسة ليش هذه الشعر من القطة تبطل الصلاة للدليل مولانا هي مو مثل أجلكم الله الكلب أو الخنزير هي طاهرة العين مثلها مثل باقي السنوريات مثل الأسد والنمر وغيره طاهر ولكن لا يؤكل طاهر العين ولكن لا يؤكل هي مثل الأرنب مثلا لا يؤكل باعتبار أيضا من السنوريات يعني مثل مثل القطة تمام فهذا النوع من الحيوانات طاهر العين ولكن لا يؤكل محرم اللحم شعره للدليل عندنا روايات تقول أنه شعر القطة إذا على الملابس يبطل بها الصلاة وإنما هي طاهرة زين موضوع شعر القطة شون إذا أراد أبو البيت ربي هذه القطة مثل الأخ عمار من الكاظمية مشتر القطة وهس القطة عدهم بالبيت زين شون ياخذ نقدر نعبر عنها ياخذ الحذر من هذا الشعر حتى لا تبطل صلاة هذه لا بد أن يتبع مثلا طريقة تنظيف معينة وهذه بأساليب التنظيف المعروف عالميا مثلا الأكوآلة كهربائية تشفط مثلا الشعر الموجود على الملابس وعلى الأرضيات وعلى مثلا البطانيات وغيرها عملية شفط مثلا تشفط كل الموجود من أوساخ هذا مو شرط أن يكون شعر أي وصخ آخر ممكن مثلا الشفط هذه الآلة وهي المكنسة الكهربائية الموجودة الآن في المنازل يقدر يتبع هذه الطريقة مثلا أو يقدر يتبع الطريقة اليدوية كأنه يعرف هو شعر القط مثلا مثلا هذه شعر القط فيزيلها يوخرها عن الملابس يذبها بالزبالة هذا يكفي جنابكم من أشرته إلى شعر واحد أي ضائعة يا سيدنا بين الملابس بين شعر القط معروف يعني مو مثل شعر الإنسان شعر الإنسان أكو به نوع من التموج أو نوع من الملاسة أما شعر القط يختلف فشعر القط ظاهر واضح صلى المكلف ومن ثم اكتشف أنه أكوفة شعرائه على ملابسه بعد ما انتهى من الصلاة إذا بعد الصلاة اكتشف ذلك خوف في هذه الحالة يعني بعد الفراغ من الصلاة هذا لا إشكال فيه لكن في أثناء الصلاة تبطل الصلاة أحسنت بارك الله بيك سماحة سيد أما بخصوص تربية أجلكم الله الكلاب في المنازل هل هناك روايات تنهي عن هذه التربية طبعا لا يجوز يعني اتخاذ الكلاب في البيوت عندنا احنا روايات تنص على أنه إذا كان هناك كلب في البيت أجلكم الله فهذا البيت لا تدخله الملائكة من هالجنبل جنبل الروحانية ولكن الكلاب التي يجوز اقتناؤها هي كلاب الحراسة مثلا فممكن لأن بها فائدة عقلائية نعم أو كلاب الصيد مثلا بها فائدة عقلائية أما باقي أنواع الكلاب ليست بها فائدة عقلائية فلذلك لا يجوز اقتناؤها أحسن بارك الله بكم سماحة سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلان مقدسة وفقكم الله لكل خير وشكرا لكم شكرا جزيلا مشاهدين الأحبة وكذلك شكر موصول لكم أيضا وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن